مشاهدي قناة مكتبتي التعليم يا مرحبا بكم في الصفحة رقم واحد وعشرون وقويم تعلماتي التمرين الأول تقويم التعلمات جو باغ لانترو دون شاكا دو سي غروب داليمون إذا في كل مجموعة الأغذية فقد نشط طبوع للغذاء اللي ما كينتاميش لهذه المجموعة هذه نبدأ بالمجموعة لدينا الخبز كذلك عندنا البطاطس إضافة إلى هذه الشعرية هذه فبالتالي الزبدة هي لما كنتاميش لما كنتاميش لهذه المجموعة لماذا لأنه كلهم نشويات إلا الزبدة هي من الدهنيات فبالتالي سنشط طبوع للزبدة ثم ماذا عندنا هنا يا ثم في المجموعة الثانية لاحظوا عندنا الجبن قطعة الجبن حليب إضافة إلى الجبن أيضا وعندنا الموز إذن كنلاحظوا المشتقدية للحليب كلهم جبن جبن وحليب فاللي ما كنتاميش هو الموز البانان اللي هو كنتامي الفواكه إذن نشط طبوع لله الموز في المجموعة الثالثة نشط طبوع للحليب ثم في المجموعة الأخيرة قطعة اللحم سماك ثم الدجاج والخص إذن كنلاحظوا اللحم كلهم كنتاميوا المجموعة عاديا للخص إذن نشط طبوع للخص ثم التبريد الثاني تقويم تملك نهج التقص العلمي وقارنوا عدد الحركات التنفسية خلال الراحة عند أشخاص من أعمار مختلفة ثم أملأوا الفراغ بما يناسب عندنا هذا الجدول هذا في العمر عدد الحركات التنفسية في الدقيقة يعني واحد الشخص عنده بضعة أيام فقط عدد الحركات التنفسية في الدقيقة من 40 حتى 50 حركات تنفسية في كل دقيقة شخص آخر العمر دياله خمس سنوات عدد الحركات التنفسية في الدقيقة خمسة وعشرين ثم شخص آخر من 15 إلى 20 سنة الحركة التنفسية 20 أكثر من 20 سنة كاللحظة الحركة التنفسية ما بين 16 إلى 18 كاللحظة في الجدول أن كلما ازداد العمر كلما أيضا الحركات التنفسية انقصاد كلما ازداد العمر الحركة التنفسية كينقصوا إذن عدد الحركات التنفسية كلما العمر كيف سنقوم بذلك في هذه الجملة هذه فهذه نكتبه ينخفض ينخفض عدد الحركات التنفسية كلما زاد العمر كلما زاد العمر الحركة التنفسية تنقص ثم التمرين الثالث تقويم التعلمات وقارن حجم الرئتين خلال الحركة التنفسية وأكتبه في البطاقة ما يناسب يزيد أو ينقص ثم ثانيا أشير بسهم داخل دائرة إلى منح الهواء إذن خلال الشهيق هل يزداد حجم الرئتين أم ينقص حجم الرئتين إذن في الشهيق وكذلك في الزفير هل يزداد حجم الرئتين أو لك ينقص حجم الرئتين إذن في الشهيق فلذرنا الشهيق الشهيق هو من الذي ندخل الهواء للرئتين إذن خلال الشيخ فيزداد حجم الرئتين لكي يدخل هواء الرئتين فكي يزداد الحجم الرئتين إذن يزداد حجم الرئتين خلال الشيخ أما عند الزفير فينخفض أو ينقص حجم الرئتين إذن خلال الشيخ يزداد حجم الرئتين وفي الزفير ينقص حجم الرئتين ثم بقي لنا أن نشير بسهمين داخل الدائرة إلى منح الهواء إذن خلال الشهيق فقلنا ندخل الهواء إذن سيكون السهم الهواء سيكون الرئتين أما خلال الزفير فالهواء سيخرج من نفس الطريق اللي جاء فيها فبتلي سيكون السهم طلع للفوق يعني الهواء سيخرج من الرئتين التبريد الرابع توليف التعلمات أضع علامة في خانة السلوك المضر بالجهاز التنفسي التنزه في الغابة إذن التنزه في الغابة واشهد السلوك هذا مضر بالجهاز التنفسي فالتنزه في الغابة بالعكس فهو سلوك جيد وكذلك فهو يحمي الجهاز التنفسي من التلوت إذن التنزه في الغابة ما قد نضع علامة النوم في غرفة مغلقة بها فحم يحتارق الفحم فإذا شعلنا مثلا الفحم اللي هو الجمر اللي هو الفخر يعني من اللي يكون شعل فكي يستهلك الأكسيجين داخل الغرفة فبالتالي قد يحتاجوا الأكسيجين باش نتنفسه ولكن الفحم فهو كي يستهلكه لذلك إلا بقى النوافذ مغلقة إضافة إلى الباب فربما أقدر الله سيتعرض هذا الشخص هذا إلى الموت فبالتالي النوم في غرفة مغلقة بها فحم يحترق فهذا سلوك مضر بالجهاز التنفسي وقد يؤدي كما قلنا إلى الموت اللعب قرب مطرح للنفايات فالمطرح ديال النفايات تنبعث منه رائحة كريهة لذلك فهو مضر بالجهاز التنفسي ثم فتح نوافذ البيت للتهوية فهذا السلوك هذا جيد الجلوس بجوار المدخنين فهذا سلوك مضر بالجهاز التنفسي لأن المدخنين كذلك كتنبعت منهم روائح اللي هي كريهة وهذا الروائح هذه ودخان يضر بالجهاز التنفسي ممارسة تمارين رياضية فهو سلوك جيد للجهاز التنفسي وكذلك ممارسة الرياضة بشكل منتظم فهي تقوي الجسم وتحافظ على سلامته من عدة أمراض ننتقل إلى الصفحة رقم 22 التمرير الخامس توليف التعلمات تناول الطفل خلال يوم الأغذية التالية الفطور إذن في الفطور كأس حليب خبز زبدة ومربع ثم في الغداء قطعة دجاج أرز ياغورت وماء اللمجة اللمجة ما بين الغداء والعشاء قطعة كعكو مشروب غازي وفي العشاء بيضاء مع كارونا وماء ورتبوا الأغذية التي تناولها الطفل في الهارم أول حاجة سيرتبوا هذه الأغذية في الهارم سنبدأ بالفطور كأس حليب خبز زبدة ومربع كأس حليب فهو ينتمي للحليب ومنتجاته يعني الحليب ومشتقاته يقولون يكون هناك كأس حليب أو لا حليب حليب الخبز الخبز النشوية ينتمي إلى النشوية إذن نديرون هي خبز ثم زبدة الزبدة من الأغذية الدهنية إذن الدهنيات زبدة المربع مواد سكرية أو لا السكرية مربع ثم الغداء قطعة الدجاج من لحوم قطعة دجاج لحوم دجاج الأرز أيضا من النشويات أرز ثم الياغورت حليب ومشتقاته ياغورت ضنون الياغورت قلنا من الحليب ومشتقاته كذلك عندنا في الغداء الماء إذن الماء مشروبات اللمجة قطعة كعك مواد سكرية كعك ثم مشروب غازي المشروب الغازي مواد سكرية في المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة من السكر للمشروب غازي أيضا عندنا في العشاء بيض لحوم وبدائلها ربيض من اللحوم وبدائلها الماء كارونا من النشويات الماء كارونا ثم الماء فهو من المشروبات الماء فهو من المشروبات تنفع عندنا المربع الكعك مشروب غازي من السكريات الزبدة أغذية دهنية الدجاج والبيض لحم وبدائلها الحليب الياغورت الحليب ومشتقاته الخبز الأرز المعكرون من النشويات والماء فكاللحظة الحاجة اللي مكلهاش الخضر والفواكه يعني فاليوم هذا مكلهاش الخضر والفواكه هذه نمشي والسؤال بقى أحدد هل تغذية هذا الطفل متوازنة وأعلل جوابي فكما هذا الطفل غير متوازنة لأنها لا تحتوي على الخضر والفواكه تنسى نكتوب تغذية تغذية هذا الطفل غير متوازنة غير متوازنة لأنها أي تغذية لأنها لا تحتوي على خضر وفواكه وقدموا نصيحة لهذا الطفل إذن بعد مما تعرفنا بأن هذا الطفل هذا ما كيأكلش الخضر والفواكه فقد نقول له تناول الخضر والفواكه ضروري في كل يوم أو سنأمره بأن يأكل الخضر والفواكه إذن تناول تناول الخضر والفواكه خلال خلال كل الوجبات تناول الخضر والفواكه خلال كل الوجبات خلال